أهلا بكم الفرق كبير قوي بين الموظف والمسؤول الموظف بيمشي الحال لكن المسؤول بيغيره الموظف بيحافظ على كرسيه لكن المسؤول بيكبره ويخليله قيمة مصر مر عليها مسؤولين ووزراء كتير لكن وليلين منهم اللي حصل عليهم إجماع من الناس السلطة والمسؤولية دايما مش محلة رحاب قد ما هي محلة محاسبة بالضبط كده زي المركة المسجلة اللي أكلم حضراتكم عليها النهاردة وهو كان أول وزير ثقافة لمصر بعد ثورة يوليو بكلمكم عن الدكتور سروة عكاشة سروة عكاشة مع حفظ الألقاب ظهر في مرحلة مهمة من تاريخ مصر حط أسس التحول الثقافي في البلد عشان كده بقى علامة مسجلة وبطل النقلة الثقافية الكبيرة منذ نهاية الخمسينيات لبداية السبعينيات من القرن الماضي سروة عكاشة من موليد سنة 21 اتولد في بيت سياسي أبوه محمود باشا عكاشة مدير عام سلاح حرس الحدود وحاكم منطقة الصحراء الغربية طفل تربى في بيت أرستقراطي بيسبع موسيقى عالمية عنده شغف رهيب بالإراية والكتابة والده كان بيديله مكافع على كل كتاب يقرأه وشجعه من صغره يكون ليه مكتبته الخاصة سروة عكاشة درس في الكلية الحربية وحصل على بكاريريوس العلوم العسكرية سنة 39 ودرس في كلية أركان الحرب وتخرج سنة 48 في السنين دي اتعرف سروة عكاشة على كل الدباط اللي عملوا بعد كده تنظيم الدباط الأحرار أولهم طبعا جمال عبد الناصر لما قامت حرب 48 سافر كل زميله وفضل هو في القاهرة باعتباره ابن محمود عكاشة باشا وكان وكيل أركان الحرب وهو لما عرف أنه تم استثناءه من القتال والحرب زعل جدا وعمل أكتر من محاولة عشان يروح مع رفاق السلاح ويشارك في حرب فلسطين بعد نجب 48 ورجوع الدباط من الجبهة أسسوا تنظيم الدباط الأحرار اللي ما كانش عاجبه كل اللي حصل في الحرب ولا الإمكانيات اللي توفرت للجنود ولا غياب التنصيق بين الجيوش العربية اللي في النهاية عزمت قدام عصابات ملمومة من كل حتة في العالم هنا انضم ابن الأكابر سروة عكاشة لتنظيم الدباط الأحرار اللي عمل ثورة 23 يوليو سنة 52 إيه بقى اللي حصل بعد كده؟ هقول لكم بعد الفاصل بعد ما انضم سروة عكاشة لتنظيم الدباط الأحرار كان بيحضر وقتها دراسات عليا في مجال الصحافة كان بيحضر وقتها دراسات عليا في مجال الصحافة لأنه كان عنده مشروعات كتب وترجمات كتير صدر له أربع كتب قبل سنة 52 وده كان مشروعه وقراره الشخصي التاني اللي أصر عليه في حياته بعد قراره باختيار الكلية الحربية قامت ثورة يوليو شارك فيها سروة عكاشة وكان ضمن مجموعة الدباط اللي سيطرت على دار الإزاعة اللي قال منها أنور السادات البيان الأول للثورة تحت حماية القوة اللي كان بيقودها لما تمكنت الثورة سروة عكاشة كان زاهد في السلطة ما دخلش في تأسيمة المناصب والكراسي لدرجة أنه بعد نفسه عن مجلس قط الثورة فضل أنه ياخد الوظائف اللي كان يقدر ياخدها حتى لو ما كانش شريك في الثورة غيرت كل حاجة في بصر تولى سروة عكاشة رئاسة تحرير مجلة التحرير اللي كانت أول مطبوعة لمجلس قط الثورة من 52 لسنة 53 بعدها تعين ملحق عسكري في السفارة المصرية في ألمانيا وأسبانيا وفرنسا من سنة 53 لسنة 56 تعين بعد كده سفير مصر في إيطاليا من 57 ل58 ولما تعرض عليه مهمة مستشار رئيس الجمهورية فضل أنه يبعد عن المشهد ويخدم البلد بطريقة تانية وهو في روما جاله خبر أنه تم اختياره وزيرا للثقافة والإرشاد القوم سروة ما بيحبش المناصر ولا سراعات الشلالية لكنه كان لازم يرجع القاهرة تاني يوم عشان يقابل الرئيس جمال عبد الناصر على أمل أنه يعفيم المسؤولية لما قابل عبد الناصر قال له أنه دوره هيكون مهم وشبه المطلوب من سروة عكاشة بالفلاح اللي بيعزق الأرض عشان يجدد شبابها وتبقى قادرة تطرح من جديد وقال له مش أنت كنت بتيجي تحكيلي عن النهضة الثقافية والفنية في أوروبا أهي جات لك الفرصة تعمل زيها في بسر سروة عكاشة قبل المهمة وبدأ ينفس خطة نشر الثقافة في المدن ونقل للريف والقرى والنجوع مفهوم الثقافة المركة المسجلة في الثقافة المصرية سروة عكاشة اتولى منصب الوزير مرتين مرة من 58 لسنة 60 ومن سنة 66 لسنة 70 8 سنين في خدمة الثقافة خلته هو المركة المسجلة في وعي كل مصقف مصري قارئ وعارف أثر سروة عكاشة من أول قرارات سروة عكاشة أنه يستعيد مصلحة الأثار من وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة بدأ يعمل في البلد بنية ثقافية ضخمة هو اللي أسس الثقافة الجمهورية اللي باقت الهيئة العامة لقصور الثقافة واللي نشرت المعرفة في كل أنحاء مصر سروة عكاشة كان صاحب مشروع ثقافي هو اللي أسس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب أنشأ معاهد البالي الكنسرفتور للموسيقى أكاديمية الفنون در الكتب والوثائق الجديدة كسور الثقافة أركستر القاهرة السينفوني فرقة الموسيقى العربية الفرقة القومية للفنون الشعبية السيرك القومي عروض الصوت والضوء هو اللي في عهده تم إنقاذ أثار النوبة من الغرق قبل بناء السد العليم ورفض يبيع أي معبد مهدد بالغرق للمتاحف في أمريكا أو أوروبا وأنقذ معبد فيلا وبوسمبل والأثار المصرية في النوبة من الغرق بعد ما أقنع منظمة اليونسكو أنها تساعد وتمول العملية دي سروة عكاشة كان مدافع صلب عن الحرية والإبداع ولما صدرت رواية ثرثرة فوق النيل اللي فيها معارضة لكل أشكال الفساد والروتين دفع عنها سروة عكاشة بكل همة ووقف ورحورية الرأي لحد ما تعملت فيلم كمان عايز أقول لك سروة عكاشة كاتب وأديب ليه أكتر من سبعين كتاب لو أعدت أكلمكم عن أثر وتكريمات وجوائز سروة عكاشة هحتاج يوم كامل لأن إحنا أمام شخصية هي اللي حطت أثاس الثقافة بالشكل اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي سروة عكاشة رحل عن عالمنا يوم 27 فبراير سنة 2012 واستحق إنه يكون مركة مسجلة عن عق